تنتظرهم العديد من المهام في محافظتهم التي قضوا أشهرا في التدريب لأجل تحريرها المئات من جنود اللواء 117 مشاه أصبحوا في كامل جاهزيتهم القتالية لصالح جباهات البيضاء وذلك وفقا لما قاله القادة العسكريون ينتظر من قوات هذا اللواء مهام التحرير من ميليشيا الحوثية التي تبسط سيطرتها على أغلب المديريات وتمارس حملات اعتقال واسعة آخرها منتصف الأسبوع الفائت حيث ألقي العشرات من أبناء المحافظة في السجون ووفقا لمحافظ المحافظة نايف القيسي ستتولى هذه القوات تأمين ما بعد التحرير وعدم الوقوع فيما وقعت فيه عدد من المدن المحررة حيث دفعت تلك المدن ثمنا باهظا لإعادة الاستقرار وقدمت دماء كثيرة في مواجهة فصائل تعمل وفقا لأجنطة خاصة بها القوات الخاصة بتحرير المحافظة وتأمينها شاركت بفعالية في معارك نهم وصروح وهو ما يجعلها شديدة الصلة بنوعية المعارك المقرر خوضها في البيضاء ذات التضاريس الجبلية المعقدة ترجمة نانسي قنقر